أهلا بكم مشاهدين الكرام معنا عبر الهاتف والأسساد عبدالعزيز العجلان مدير أو رئيس مجلس إدارة جمعية واعي حياك الله صاحب العزيز حياكم الله يا أهلا وسهلا بداية نبقى نسألك لو تعطينا فكرة عن جمعية واعي ومشاركتها مع شبكة قنوات المجد الفضائية طبعا أول شيء أنا أشكر الحقيقة قناة المجد على هذه الدعوة للحديث عن جمعية واعي جمعية واعي هي جمعية خيرية تقدم خدمة نوعية تهتم في تنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد والأسرة والمجتمع وتفعيل طاقات الأفراد والمؤسفات وتأتي برامج الجمعية في عدد من المجالات ومنها الوعي الأمني والمالي والتقني والأسري وتنطلق الجمعية في برامجها طبعا من خطتها الاستراتيجية اللي أعدها مجموعة الحقيقة من المختصين لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع أسسها مجموعة من رجال الأعمال ومجموعة من الأكاديميين لخدمة هذا الوطن المعطاء وللمحافظة الحقيقة على الأسرة في المملكة العربية السعودية فمن أهدافنا مثلا الريادة في تحقيق الوعي المجتمعي وتعمية الوعي للأفراد المؤسسات وتحقيق رضا المستفدين أما عن وقف نعم الوقف والشراكة الوقف والشراكة مع قناة المجل الحقيقة عندنا فيه وقف تحت مسمى وقف بيتي حياة هو في الحقيقة وقف خصصة إيراداته على مجموعة مشاريع وتستند في بناءها على دراسات لواقع الأسرة في المملكة من حيث مواطن الرقوب فيها والمعيقات التي واجهتها في السنوات الأخيرة ولا تنسى أن الأسرة اليوم والأفراد بحاجة إلى التوعي التوعي في المجال المالي التوعي في المجال السلوك التوعي في الصحة التوعي في إعداد نيزانية للأسرة وتقوم استراتيجية وقف بيتي على بيتي حياة الحقيقة على التوجيذ بإذن الله تعالى أن تحقق هالأهداف التي ذكرتوها بإذن الله تعالى من خلال شركتكم جمعية واعي شركتها مع شبكة المجل فضائية ونحن نأمل بإذن الله تعالى أن ننتهي من شهر رمضان وتكون هذه الشراكة قد حققت جميع أهدافها بحولتها لكل شكر لك الأستاذ عبدعيز العجير رئيس من ديس دارة جمعية واعي شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة